موسيقى منطقة وادي الأردن حالها كحال بقية المناطق فيما يتعلق بتابعات اللجوء السورية وهو ما يزيد من العباء الواقعة على عاتق المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها في تلك المنطقة المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي يعاني لواء الأغوار كما العديد من محافظات المملكة من تابعات اللجوء السوري وهو ما يزيد من عباء ومسؤوليات المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها في اللواء وأكد عدد من رؤساء بلديات وادي الأردن تقديم الدعم اللازم لبلديات اللواء لمواجهة عبء اللجوء السوري وتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب والاستمرار في تقديم خدماتها أكثر منطقة فيها ازدحام بالنسبة لجوء السوري اللي هي منطقة الكرامة أو شمال الكرامة عندما يقارب ستمائة خيمة يسكن فيها ما يقارب خمس ألاف نسمة مما يؤد إلى مكرهة صحية أحيانا نقص المياه مما يستدعي أن البلدية تقوم بكل الواجبات وتشير الأرقام إلى وجود عشرات التجمعات السكانية حيث وصل عدد الخيم إلى ما يزيد عن ستمائة خيمة أي ما يقارب خمسة آلاف لاجئ والذين يحتاجون إلى خدمات إلا أن ضعف إمكانيات البلدية ينعكس سلبا على أدائها وتؤكد مديرة الصندوق الأردن الهاشم في الشون الجنوبية سيرين الشريف وجود عشرات التجمعات من السوريين وأنه تم مخاطبة البلديات للوقوف على متطلبات أعباء اللجوء السوري للمنطقة تأثرت بهذا اللجوء في الضغط على الخدمات المقدمة في المنطقة نحن نقدم بداية الخدمات الوقائية والعلاجية لأخواننا اللاجئين السوريين والذين نتمنى أن يفك قربتهم في القريب العاجل نحن نقدم خدمات التطعيم الوطني وفرقنا تصل إلى اللاجئين السوريين في مناطق سكناهم بين المزارع وفي مختلف مناطق تواجدهم في العشوائيات الموجودة في المنطقة إذن من المؤكد أن اللجوء السوري شكل عبءا إضافيا على مؤسسات وادي الأردن كما هو الحال في العديد من المناطق والمحافظات والمدن الأردنية وهو ما يلزم المؤسسات الداعمة الوقوف على احتياجات هذه المناطق لمحاولة تقديم مساعدات وخدمات توفر حياة كريمة للأردنيين واللاجئين السوريين